أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة من ساعة حرة وهي في جزئين في الجزء الأول نتناول الملف الليبية لجهة تزايد استهداف الإعلام والإعلاميين في ليبيا بالتزامن مع الأزمة السياسية في البلاد في الجزء الثاني ننتقل إلى الملف المصري وتحديدا أن زيارة توزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي لموسكو وتأثير تعزيز العلاقات المصرية الروسية على العلاقات المصرية الأمريكية في النصف الأول أرحب بضيفي في هذه الحلقة من عمان ينضم إلينا الإعلامي والسياسي الليبي محمود شمام أهلا بك ومن واشنطن المحلل السياسي لبي حافظ لغويل أبدأ معك سيد محمود شمام أذكر أولا أنك رئيس مجلس إدارة قناة ليبيا الأحرار وأيضا رئيس مجلس إدارة موقع وصحيفة الوسط أولا فيما يتعلق بالاستهدافات المتزايدة للإعلام والإعلاميين في ليبيا ولبعض المؤسسات الإعلامية قناة قوم قناة ليبيا الأحرار تعرض مركزها لهجوم قبل أيام أمس كان هناك هجوم على قناة العاصمة هناك استهداف لصحفيين محاولات خطف واغتيالات سابقة كيف تقرأ وتفسر هذا الهجوم المستمر على الإعلام في ليبيا أنا دائما أكرر وأقول أن الأمر الوحيد الذي يشتغل بشكل جيد وبشكل فعال هو الإعلام الليبي كل القوى سوى كانت هذه القوى سياسية أو كانت هذه القوى عسكرية أو ميليشيوية كل هذه القوى تشعر بأن الإعلام أصبح يشكل هاجس كبير جدا وتتم التعبئة ضد هذه المؤسسات الإعلامية تحت ستار أن هذه قنوات فتنة وأن هذه مؤسسات إعلامية فتنة والحقيقة أن هذه المؤسسات هي الوحيدة التي تكشف إلى حد كبير ما يدور داخل ليبيا من استقطابات من نزاعات وأيضا من أجندات استهداف الإعلام الغرض منها أن تكون الصورة قاتمة وغير معروفة لدى الليبيين هناك جرائم قتل يومية في ليبيا جرائم قتل تستهدف نشطاء سياسيين وتستهدف عسكريين وقضاء منذ أيام اغتيل غدرا أحد أشرف رجال ليبيا النائب العام السابق الأستاذ عبد العزيز الحصادي اغتيل الضباط اغتيل الناشط الشبابي محاولة اغتيال ناشط الشبابي عبدالله الغرياني بعبوة تحت سيارته منذ أيام أيضا في بنغازي خطف النشطاء الطلابيين الشبابيين في طرابلس الآن عدد المخطفين حسب المعلومات الوردة إلي قد تكون قد تجاوز العشرة واضح جدا أن الميليشيات تتنازع أولا فيما بعدها وتتنازع وأيضا تعرض المرحلة السياسية وتعرض الوطن للخطأ الرادع الوحيد لحملة السلاح وللفوضويين ولهذه العناصر هو الشارع والشارع خرج الأسبوع الماضي بشكل مؤفاجأة هذه القوة فأصبحت تشكك في هذا الشارع الشارع الآن يهدد بأنه سيخرج يوم الجمعة يوم 14 في انتفاضة كبيرة هم يحاولون أن يغيروا دفة الحديث يغيروا دفة الحديث بالحديث عن مواضيع أخرى باختلاق أن هناك انقلابات وما غيرها نحن نقول بكل وضوح أن الشارع لا يريد العسكر ولا يريد ولا يتفقيه من الفقهاء ولا يريد من المتطرفين أن يحكموا البلاد هناك متطرفين موجودين الآن في درنة وفي بنغازي وفي سرط وفي جنوب غرب ليبيا وأيضا في مناطق في غرب ليبيا هل تعرفون من هي الجهة التي؟ حتى يحققوا مآربهم في حكم ليبيا من قبل هؤلاء المتطرفين هل تعرفون من هي الجهة؟ هل هي الجهة واحدة التي تستهدف وسائل إعلامية في ليبيا؟ هؤلاء الذين تصفوا بالمتطرفين هل هم الجهة التي تقف وراء كل هذه الناجمات؟ أمنى ثم تقاطع مصالح بين هذه الجماعات وفئات سياسية في البلاد قد يكون لها مصلحة في هذا الاستهداف؟ أنا لا أعرف على وجه الدقة من استهدف قناة العاصمة ولكن صاحب قناة العاصمة يتهم غرفة ثوار ليبيا بذلك أنا أعرف من استهدف قناة ليبيا الأحرار في بنغازي وأعرف من استهدف كاميرات وطاقم ليبيا الأحرار في مظاهرة ميدان الجزائر أعرفهم بالاسم من أغلق بيده العدسة ومن أخذ الكاميرا وأخذ يفتشها ومن عمل هذا؟ وأيضا الملثمين 80 ملثم حسب كل الروايات التي وردت إلينا حاصروا مقر ليبيا الأحرار وحاولوا اقتحامها من هي الجهة التي تقف وراءهم؟ ولكن الحراسة المشددة لدى ليبيا الأحرار حالت ودون دخولهم للمبنى من هي الجهة التي تقف وراء هؤلاء الذين تعرفهم بالاسم؟ أنا أتهم بشكل مباشر في بنغازي أنا فيما يتعلق بنغازي أنا أتهم مباشرة التنظيمات الإسلامية المتطرفة التي هي متواجدة داخل مدينة بنغازي ومتواجدة في درنا أنا أتهمهم بكل ما يتعرض له أهل بنغازي وأهل درنا من مصائب هذا لا يعني أنه ليس هناك حوادث أخرى مسؤولة عليها أطراف أخرى موجودة وقد يكون هناك أطراف أخرى ولكن الطرف الأكثر الذي هو مسؤول عن ما يجري من قتل وترويع في مدينتي بنغازي ودرنا هم المتطرفون الإسلاميون أستاذ حافظ لغويل في واشنطن هذا المشهد الذي يستاذ في الإعلام في ليبيا هل تربطه مباشرة بالأزمة السياسية القائمة أم بمشروع محدد لمجموعات متطرفة التي اتهمها السيد شمام طبعا هو مربوط بالواقع السياسي عندك الآن في ليبيا فقدان للتقى عامة مع كل المؤسسات مهما كانت مؤسسات الدولة مؤسسات القضاء مؤسسات الإعلامية وآخرين والإعلاميين ليسوا منعزلين عن الواقع الليبي زي ما تفضل أستاذ محمود كثير من الناس يستهدفوا من سياسيين وقضاء وإعلاميين وغيرهم والإعلام الليبي جزء من هذا المجتمع فهو يعاني ما يعانيه المجتمع وفي نفس الوقت هو يعكس التفرق الموجودة في المجتمع أنت عندك محطات تختلف آراءها وتختلف الجهات التي تمولها سياسيا وإيديولوجيا إلى خيره ولكن كما تفضل محمود يعني فعلا أنت تواجه قوة تحب الضلام هذه القوة لا تستطيع أن تجادل أو تناقش أو تطرح أفكار هذه قوة تريد أن تسكت الطرف الآخر لأنها ليس لها آراء وهي تريد تخويف الناس وهذا ما يحدث الآن على أرض الواقع في ليبيا والسياسيين والقادة الدولة أنا أتهمهم اتهم مباشر كثير منهم على مدى السنة الماضية كلهم تطاولوا على الإعلام وأصبح يريدوا أن يلوموا الإعلام وكما تفضل أستاذنا محمود يصفون الإعلاميين ومحطات بإعلام الفتنة وإلى آخره ويوجهون اللوم على هذا الإعلام فأصبح فليس من المفاجأة أن ترى بعض هذه القوى تريد إسكات هذا الإعلام يعني تقول بتقاطع مصالح بين فئات تقوم بمثل هذه الأعمال العنفية ضد الإعلام وقوى سياسية هل هو تقاطع مصالح عرضي أم أنه مخطط مثلا؟ والله تعتمد يعني أنت الآن الوضع في ليبيا شائك هناك مجموعات أيديولوجية هناك مجموعات إجرامية هناك مجموعات سياسية هناك مجموعات قبلية هناك جهوية فأنت يعني كل ما يحدث يعكس هذا الواقع الأليم الموجود يعني أنت الآن إحنا لن نتحدث على دولة أو نظام سياسي متكامل أو موحد أنت تتحدث على مجموعات متفرقة ومشاكل عديدة كأنك تتعامل مع مئة دولة داخل الدولة مش دولة واحدة أستاذ محمود شمام ما ردك على الذين يتحدثون عن أن بعض الإعلام في ليبيا وبسبب الفور الإعلامية كما توصف لم يحسنوا استغلال المنابر الإعلامية أو أن بعض المنابر الإعلامية تحولت عن قصد أو عن غير قصد أدوات للتحريض وعدم المهنية إن صح التعبير هؤلاء يحملون بعض الإعلام مسؤولية في ذلك ما ردك أولا وماذا عن السلاح ألم يساء استعمال السلاح في ليبيا ألم يساء استعمال السلطة في ليبيا ألم يساء استعمال إدارة الحكم في ليبيا ألم يساء التصرف في أموال الليبيين في قضايا الجرحة وقضايا السلاح وقضايا الحكم إذن الإعلام الليبي هو مرآة حقيقية لما يجري في بقية أطراف المعادلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن أنا أقول لك أن الإعلام الليبي ساهم في تحرير ليبيا عندما كانت ليبيا في أيام 15 و 16 و 17 لا توجد فيها كاميرا داخل ليبيا ولا توجد فيها مراسل داخل ليبيا الإعلام الليبي في الخارج وفي الداخل هو الذي أعطى للعالم صورة ما يحدث في ليبيا وقناة ليبيا الأحرار الذين يصفونها هؤلاء بالأشرار الآن هي القناة التي انطلقت يوم 30 مارس 2011 والتي كانت صوت الثورة أيضا السياسيين والممارسات الدولية والشباب الليبيين والشبات الليبيات خارج ليبيا وداخلها هم الذين نقلوا المعركة وعطوها طابع السياسي الآن هم لا يذكرون شيء إلا أن هناك من حمل السلاح إذا كان الأساسي من حمل السلاح في أيام الثورة فالناتو هو أبو الثورة إذا صح التعبير لأن 26 ألف غارة جوية من الناتو ولكن المعركة السياسية والمعركة الإعلامية والمعركة الاجتماعية قادوها مدنيين وليس عسكريين اليوم هذا المؤتمر في العيد الثالث لهذه الثورة يصدر قراراً رقم خمسة بإغلاق أفواه كل النشطين السياسيين والإعلاميين يصدر قرار هو صدر أساساً أيام القذافي وأصبح المس في ذات القذافي عقوبته السجن أصبح الآن المس بأعضاء المؤتمر الوطني الذي فقد أهليته يوم 7-2 ونحن نتحدى دستورياً أن يثبتوا أنهم أعضاء صالحين بعد 7-2 هؤلاء يصدرون قراراً اليوم يكمم أفواه الإعلام ويكمم أفواه النشطين ويعرضهم للسجن لمجرد انتقادهم لأعضاء المجلس الوطني هل يريد أن يسيروا بنا إلى دولة ظلامية؟ هل يريد أن يسيروا بنا إلى دولة ولاية الفقيه؟ أين يريد أن يسيروا بليبيا؟ هل تتهم جهات داخل المؤتمر الوطني بأنها تواطأت أو حرضت على وسائل إعلامية في مقابل ما يتهم هؤلاء؟ نعم 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 من هم؟ هل الشعب الليبي له حق عليكم أن يعرف أو على الأقل الذين يعارضون هؤلاء أو يؤيدونهم عليهم أن يعرفوا من وجهة وصالكم من هم هؤلاء؟ يا سيدي الشعب الليبي عرف الشعب الليبي يا سيدي الشعب الليبي عرف عندما صوت 146 نائب في المؤتمر العام على خارطة طريق بائسة هذه الخارطة صوت عليها لبراليون وإسلاميون ومحافظون وصوت عليها الجميع وبالتالي هذا المؤتمر ينظر إلى مصارحه الخاصة لأنه تجاوز حتى الخلافات الأساسية والخلافات العميقة لصالح التمديد لهذا المؤتمر البائس وأنا أقول وأنا أتحدث الآن وأنا تحت طائلة القانون رقم خمسة سيئة الصيت من الممكن غدا إذا ذهبت إلى ليبيا أن أسجن بحكم هذا القانون وأنا أتحدهم وأقول لهم أنتم جهة غير شرعية المؤتمر شرعي ولكن الأعضاء غير شرعيين وهذا ما سيقولها الشارع الليبي يوم الجمعة الآن هم يحاولون أن يخلقون الفتن هنا وهناك هم من يخلقون الفتن الميليشيات من تخلق الفتن حملة السلاح من يخلق الفتن ولهذا الإعلام لا ينقل الفتن الإعلام ربما ينحر أنا لا أدافع الإعلام بشكل مطلق لدينا مثالب كثيرة لدينا نقص في الخبرة لدى البعض مننا انحيازات سياسية ولكن نحن نحاول بقدر إمكان أن نخلق إعلام مضوعي أن نقول للناس هذه الحقيقة نحن ننقل للناس ما نراه نحن كنا ننقل مظاهرة مؤيدة مؤيدة للمؤتمر عندما ضربت قمنا وأخذت منهم الكاميرا وحطموها وبالتالي نحن كنا نغطي في الرأي الآخر الذي يتهمنا بالانحياز إلى الرأي الآخر ولهذا هناك هذه الفئة ضاقت بحرية الإعلام ضاقت بحريتي يريد أن يعود بنا إلى عصور القهر والكبت والدفتة أعوذ إليك وأستاذ حافظ بعد هذا الفاصل نكون معكم مشاهدين بعد قليل يمكنكم إرسال آرائكم وتعليقاتكم عبر صفحة ساعة حرة على فيسبوك تابعونا بعد قليل تابع مشاهدين هذه الحلقة من ساعة حرة صالح حافظ لغويل في واشنطن إلى أي مدى برأيك تظاهرات الرابع عشر من فبراير قد تشكل تهديدا فعلا لبقاء المؤتمر الوطني أم أنها قد تواجه كما وجهت تظاهرات سابقة أولا خليني أخذ لحظة هنا لتأييد ما قاله الأستاذ محمود على قانون رقم خمسة هذا قانون العار وهو مستنسخ بالحرف من القانون الذي كان يحاول معمر جدافي يغطي به نفسه من زمان مع تغيير بس عبارة تورة سبتمبر إلى تورة فبراير هذا قانون لو كان تنفع هذه القوانين كانت نفعة معمر جدافي وهذه الأسليب وهذه الطرق وهذه القوانين هي من سيأتي بأجل هذه الدولة الوليدة التي الآن نتحدث عنها في ليبيا هناك يا أخي ثلاثة توريخ أساسية قادمة الآن يجب الانتباه لها أولا يوم الجمعة وهو 14 فبراير وأنا أعتقد أن هناك حراك شعبي واضح شبابي يريد الخروج وأنا أعتقد أن هذا قانون رقم خمسة كما حدث لأسبوع الماضي فتوى المفتي الذي حاول أن يحبط الشباب وأن يمنحهم من الخروج هذه كلها تصب في اتجاه أنه يحاول تخويف الناس حتى لا يظهر يوم 14 فبراير هناك أيضا يوم 17 فبراير وهو اليوم المفروض التي تنتهي فيه مدة سحب التقة من الحكومة كما أعلن المجلس الأسبوع الماضي وتشكيل حكومة جديدة بدل حكومة زيدان ثم عندك يوم 20 فبراير وهو يوم الانتخابات لجنة الستين أنا أعتقد أن هذا الشهر شهر حاسم في تاريخ ليبيا ومن الواضح بهذه القوانين وهذه الإجراءات وهذا التخلف السياسي الذي نراه يحدث من المؤتمر ومن الحكومة أنك أنت تتعامل مع نخبة سياسية فقيرة فكريا وسياسيا ليس لها شعبية لا تستطيع أن تفكر في حلول حقيقية وهي الآن تستعمل في نفس الأساليب البائدة التي كان يستعملها معمر جدافي ولجانه التورية والهمجية التي كانت موجودة وأنا أخايف فعلا أن الأسابيع القادمة هذه ستكون أسابيع حاسمة وسنرى فيها تطورات قد لا تكون محمودة يعني في الأيام القادمة نعم سيد محمود شمام يعني ثم تمنى يقول أن هذه المراحل الانتقالية في دول تحصل فيها ثورات على غرار ما حصل في ليبيا بعد حكم استبدادي طويل الأمد تشهد ربما بعض الانزلاقات تشهد نوعا من الإجراءات التي عبرها تريد السلطات ربما أن تستمر يعني هناك المؤتمر منتخب ولا منتهت مدته ولكن يقولون أنهم غير قادرين الآن على مثلا إجراء انتخابات وما إلى ذلك ولذا تهم بعض الإعلام الليبي بأنه حرد ضد العملية السياسية وليس ضد أشخاص بعينهم ما ردك أيضا على هذه النقطة يا سيدي هل يعقل أن يتفق 146 عضو من 149 عضو على خارط الطريق في ربع ساعة ولا في جلسة ولا جلستين هذا المؤتمر يسعى إلى الحكم هذا المؤتمر يريد وأنا لا أقول المؤتمر أعضاء المؤتمر يريدون أن يمددوا لنفسهم بشكل غير شرعي ولهذا هم نسوا كل خلفاتهم من أجل أن يمددوا لأنفسهم الأمر الثاني ما كان البديل برأيك عن تمديد أستاذ رحمود عفوا بتحصل اختناقات هناك عدة مبادرات عدة نشطات طرح الحلول وأقربها الخارطة باع على سبيل المثال ولكن هؤلاء المؤتمر يريد أن يختص بالسلطة يريد أن يقرر هؤلاء الأعضاء يريد أن يقرروا للشعب الليبي ماذا سيكون أولا على سبيل المثال حتى مع اعتبار انتخابات رئاسية وبرلمانية وما شاب ذلك أنت لا تملك الحق في أن تقرر كيف يكون نظام الحكم رئاسي أو برلماني هذا شيء من اختصاص الشعب الليبي ولهذا نحن دعونا إلى الاستفتاء نحن دعونا إلى عدة حلول دعت إليها منظمات المجتمع المدني ولكن هؤلاء لا يريدون أي حل يخرج عن نطاق مصالحهم وأيضا داخل المؤتمر هناك جماعة وأنا أكررها وأقولها وأتحمل مسؤوليتها التاريخية داخل المؤتمر هناك من يدعم التطرف في ليبيا وهناك من قد يقودنا إلى جهات متطرفة قد تحول ليبيا إلى رأس حربة إلى رأس حربة من المتطرفين الإسلاميين في شمال أفريقيا ويريدون أن يستغلوا ثروتنا النفطية ويريدون أن يستغلوا شبابنا الغر المتحمس لدينه في تنفيذ مآرب وخطط أخرى في مناطق أخرى لا نريد أحد أن يستعمل الشعب الليبي نحن نريد الرفاهية للشعب الليبي نحن نريد الجامعات والمدارس والصحة والطرق والمطارات من يدعم هذه الجماعات هل هناك دعم خارج أستاذ محمود الغرض منها الغرض منها إمرار رئيس حكومة آخر فاسد لديه الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة أسماء تهين الشعب الليبي إذا صح تهين صوت صوت آسف صوتي أصلك متأثرا قليلا أسألك لو سمحت هل هناك جهات خارجية تدعم هؤلاء المتطرفين الإسلاميين في الداخل سابقا كان هناك اتهامات من أن قطر من جهة أو السعودية من جهة أو هذه الفئة أو تلك كل دولة لها أياد في الداخل الآن من يدعم هذه الجهات من الخارج الأياد الأياد كثيرة يا سيد دحسين الأياد كثيرة ولكن إرادة الليبيين هي الحاسمة في هذا الغزل إذا كان هناك من يريد الشر بليبيا فيجب أن يقف الليبيين أمام ذلك وبالتالي نحن نتحدث عن عناصر الليبية ننتحدث عن الخارج نحن لدينا حلفاء خاضوا معنا الثورة وهؤلاء لهم مصالحهم الخاصة ولكن إن تقاضعت مصالحهم مع مصالحنا نحن يجب أن نقف مع مصالحنا ونحن يجب أن نقول للناس وضحوا أموركم قولوا ما هي الجهات التي تعطيكم في الأوامر رئيس وزراء السابق قال هناك جهات عليا لم يسميها أنا أقول مصيبتنا الكبرى في الليبيين رسمتنا الكبرى في الليبيين الذين لديهم أجندات أو حتى يخدمون أجندات أجنبية فالمصيبة في النهاية تأتي من أهل وطننا ولا تأتي من الخارج لا يجب أن نعلق مشاكلنا على الخارج هؤلاء ليبيون لحما ودما وبعضهم لم يغادر ليبيا في حياته هم الذين يرتكبون الآن هذه الجرائم التي ترتكب على الأرض الليبية أستاذ حافظ بإختصار لو سمحت في موضوع الحكومة ومصيرها أنت مع إسقاط هذه الحكومة ورئيسها سيد علي زيدان دعم أنا وليه مدة طويلة على ذلك أنا أعتقد أن هذه الحكومة فشلت وهي الآن يعني تعلق كل الأسباب على الآخرين هذه حكومة تقول إما نحن أو المتطرفين وأنا لا أعتقد أن هذا منطق الحكومات يجب أن توضح ما أنجزت وما تستطيع أن تفعل لكن البعض يرى أن إسقاط هذه الحكومة أو إسقاط زيدان تحديدا هو انتصار لجماعات تريد إحباط العملية السياسية بس هذا غير صحيح لأن هذه حكومة تنفيذية منبطقة عن هذا المؤتمر الوطني إذا كان هذا الخلاف الآن أصبحت أنت الآن أصبحوا هدوما الاثنين المجلس والحكومة يعني في معركة مستديمة والشعب هو الذي يخسر كل يوم وهذه الأمور مستمرة الآن بقالها حوالي ستة شهر الحل برأيك أنا الحل أعتقد أن هما الاثنين هما أصل المشكلة أنا أؤيد فكرة انتخاب مجلس جديد من السفر في أقرب وقت ممكن وأنا أؤيد أن تكون هناك حكومة يعني تعمل على حل المشاكل اليومية للمواطن الليبي مش حكومة يعني تقول أن أعظم إنجازاتها هي جوازات صفر ومكبات للقمامة أستاذ محمود شمام باختصار لو سماحت هل إشارتك قبل قليل إلى أن ثمة من يريد أن يأتي برئيس وزراء فاسد هي نوع من التأييد لبقاء السيد زيدان في هذه الحكومة أم ماذا هل تضح إلى موقفك من الحكومة ورئيسها الآن أولا هذه الحكومة لم يسائلها المؤتمر العام مرة واحدة ينتقدها ولكن لم يسائلها في جلسة علنية أمام الناس حتى يفضح إذا كانت هذه الحكومة هي حكومة فاسدة أو حكومة قاصرة أو حكومة ضعيفة إذن الغرض من إطاحة بالزيدان ليس الإتيان برئيس وزراء أفضل من زيدان الغرض من إطاحة بالزيدان هو الإتيان بترطور في رئاسة الوزراء يتحكم في المؤتمر هذا هو الفرق أنا لا أدافع عن حكومة أنا أتفق بأن هي عاجزة في كثير من الأمور ولكن أنا أستطيع أن أرى التكتيك أو المؤامرة التي وراء عملية الإطاحة بزيدان العملية الإطاحة بزيدان من أجل عناصر مشبوهة تتقافز أسماءها الآن عند أعضاء المؤتمر ولا أريد أن أفضح أكثر من ذلك في هذا الوقت أصد محمود بعبارة واحدة لدي ثوان قليلة أنت مع استمرار زيدان مع حكومة جديدة هل أنت مع أن يشكل زيدان حكومة جديدة بعبارة واحدة لو سمحت نعم أنا أنا مع أن يشكل زيدان حكومة أزمة حتى لا يكون هناك فراغ شكرا جزيلا لك محمود شمام الإعلامي والسياسي الليبي كنت معنا من عمان شكرا حافظ لغوية المحلل السياسي الليبي من واشنطن بعد الفاصل ننتقل إلى ملف زيارة السيسي لموسكو وتأثيرها على العلاقات المصرية الأمريكية يمكنكم كتابة أرائكم وتعليقاتكم عبر صفحة ساعة حرة على فيسبوك تابعونا بعد قليل اشتركوا في القناة